السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدة محمد وعلى أليه وصحبه أجمعين إزاي أكسنا سبتة ياربو كلك تكونوا بخير في فيديو نهاردة إن شاء الله هنحل أسئلة لسن 1 في يونة 7 من كتاب قطر الندى هنحل أسئلة الدرس الأول في الواحدة 7 من كتاب قطر الندى قبل ما أبدأ معاكم بالنسبة لشرح الدروس بنزلها على صفحتي على فيسبوك اسم صفحة سر السعادة والحال بنزله على قناتي على اليوتيوب نبدأ منقول بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أول حاجة جايب لي سؤالينا على الدرس بقول له أنصر يعني أجيب عن الأسئلة لماذا بنياء المصريون القدماء الأهرامات من جرانيت هنقول بكوز لأنه حجر صلب أو متين يعني لأنه حجر صلب ومتين لماذا أحبوا أن يستخدموا الزهب لأنه قيم ومتين جدا بعد كده نحن لدينا تحف أثرية متعددة بسبب المناخ بعد كده نمبر تو نحن لدينا مناخ جاف وحار هنا في مصر هم استخدموا الكثير من الزجاج الطين اللي اكتشفوه بالقرب من أو اللي وجدوه بالقرب من نهر النيل طبعا هم استخدموا الطمي أو الطين اللي بالقرب من نهر النيل لصنع القوين ده كده سؤال الاستماع بناءنا على القطع اللي بتسمعوا بعد كده تشوز نمبر وان المسلمون الكداماء استخدموا الجرانيت لكيابنوا الأهراموت علشان الجرانيت حجارة قوية وصلبة نمبر تو استيجب علينا أن نحفظ التحف الأسرية الخاصة بنا نمبر ثري هم صنعوا الإناء من الطين اللي كان موجود بالقرب من نهر النيل نمبر فور الزهب وجرانيت يعني يعني هم استخدموا الزهب وجرانيت الزهب وجرانيت كانوا أقصر متانة ذان وود من الخشب لو هنتكلم عن آآ غرينيت طبعا كان دير بور سربو متين لو هنتكلم عن الزهب كان فليوبل يعني قيم وسمين بعد كده عندنا read and complete the text with the words in the books last Sunday لحد الماضي أنا ذهبت إلى متحف متحف التاريخ القديم أنا كنت متحمس about the materials آآ عن المواد the ancient Egyptians used المواد اللي المصرون الكدامي استخدموها they used glass وما استخدموا الزجاج which lasts for river اللي بدوم للأبد they also used clay أيضا استخدموا الطين which is found الموجود close to the river night بالقرب من نهر النيل to make pots لكي يصنعوا الأواني ancient Egyptians المصرون الكدامي were very clever كانوا مهارين جدا they knew هم عرفوا that certain materials مواد معينة like granite مثل جرانيت and gold والزهب could last التي تستطيع أن تدوم a long time لمدة طويلة they like to use gold هم أحبوا أن يستخدموا الزهب as it is valuable لأنه قيم and durable وصلب أو متين بعد كده عندنا قطعة برضو نفس الحكاية بتتكلم عن المواد المعينة اللي المصرون الكدامي استخدموها بتتكلم عن متحف التاريخ القديم والتحف الأسرية نفس الكلام اللي أخذناه في الدرس هي قطعة سهلة فهنحلها على طول علشان إحنا أخذناها في الدرس وشبيهة برضو باللي فوق يعني هنقول هنا إيه نقط was a popular materials at it is valuable يعني إحنا ممكن نحل من غير القطعة تبقى gold الزهب the hot dry climate help us preserve the artifacts يعني المناخ يعني المناخ الجاف والحار يساعد في حفظ التحف الأسرية أنا سرزدفرهم بالكواسة what materials did the ancient Egyptians used إيه المواد المسرون القدماء استخدموها they use the granite gold glass and clay استخدمو جرانيت والزهب والزجاج وكلي الطين C-L-E-Y هو الألم بس اللي دخل حرفه بعضها كده C-L-E-Y بعد كده number four where was clay found يعني أين وجدوا الطين اللي كانوا بيعملوا منه الأواني it was found close to the river Nile بالقرب من نهر النيل بعد كده الترتيب هتبقى number one ancient Egyptians used gold for artifacts number two what are they made of number three ancient Egyptians built the pyramids with granite number four what would you like to know بعد كده read and write the correct form of the word between brackets I am your guide today هو جابها R ما تنفعش L-I بتاخد M number two these are our parent هو جابها S ما تنفعش علشان دي اسم جمع with this بيجوارها R number four what would you like to know طبعا طبعا اللي عبارة دي على بعضها كده بيجي معها الفعل في المصدر هو جابها new موضع ما تنفعش number four we have a hoted dry climate here in Egypt جابها هات ما تنفعش علشان الوي بتاخد هاف بعد كده البنكة ويت W5 في الآخر كوسة شنمرك علشان ده سؤال طبعا اي براغرف او اي ايميل بنزله في فيديو الواحده على القناة كده اكون وصلت معاكم نهاية الفيديو أسمكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته